جوجل رجعت بقوة وأعلنت عن عائلة بيكسل 10 منتجات جديدة مليانة بالتقنيات الحديثة والابتكارات من الكاميرات الخارقة للذكاء الاصطناعي في كل تفاصيل التجربة النهاردة هنتكلم عن الحدث الكبير made by جوجل بشكل بسيط وسريع يلا بينا أول حاجة هنتكلم عنها وهي عائلة بيكسل 10 بيكسل 10 هو سمارتفونز بيجي بألوان جديدة والتصميم فيه بيعبر عن شخصيتك من خلال واجهة material 3 expressive هتلاقي أيضا في بيكسل 10 برو أفضل شاشة ممكن تلاقيها في الهاتف وأقوى كاميرا في تاريخ بيكسل يعني ببساطة أفضل كاميرا في أي موبايل أيضا في ميزة البرو ريززوم وهي بتوصل للتقريب لحد 100 اكس بجودة مزهلة بفضل معالج جوجل تنسر جي فايف ورماد بمستوى لابتوب تحديثات أمان ونظام لمدة 7 سنين وميزة بيكسل دروبس اللي بتضيف خصائص جديدة باستمرار أما بالنسبة لي بيكسل 10 برو فولد وتصميم هذا السمارتفون نحيف جدا لكن متين في نفس الوقت مع حماية IP86 ضد الميا والغبار ودعم للبيكسل سناب للتركيب المغناطيسي على الشواحن والمحافظ والحوامل وكمان متوافق مع اكسسوارات ماكسل نسبة لي بيكسل ووتش فور الساعة الزكية المدمجة مع جيميناء اي اي والفيت بيت وأيضا بطارية بالدوم لحد 15 ساعة لما تشحنها فقط 15 ديئة هناك أيضا ميزة التعرف التلقائي على النشاطات دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية في حالة الطوارئ وميزة ريس تو توك عشان تتحكم فيها بدون لمس وأول مدرر بصحي شخصي بالذكاء الاصطناعي من جوجل كل ده من خلال البيكسل ووتش فور أيضا هناك البيكسل باطس تو اي والبيكسل باطس برو تو وبروتو في تحكم بالإيماءات بالرأس وتفاعل مع جيميناء لايف في أماكن مزدحمة وتحديثات برماندرية ستوقي متميزة بإمكانية إلغاء الضوضاء والصوت بيكون نقي وبطارية بتشتغل توليوم والتصميم بتاعها مريح وخفيف بالنسبة لي تكامل الذكاء الاصطناعي مع هذه المنتجات ماجيك كيو مساعد ذكي على الجهاز بيساعدك بالرد على الرسائل ويدور على الصور المطلوبة وكل ده مع الحفاظ على الخصوصية وأيضا تحسين الصور التلقائي بالإضاءة والإطار باستخدام جيميناء وكاميرا كوتش بتقترح أوضاع وزوايا تصوير عشان تحصل على أفضل صورة ونايت سايت لتصوير ليلي بتفاصيل مذهلة كمان في إمكانية لترجمة المكالمات في الوقت الفعلي وبصوتك مع دعم لغات زي الأسبانية واليابانية والهندية وتم حاليا إطلاق هاتف بيكسلتين في المكسيك مع توسيع مستمر للأسواق نقدر نقول إن جوجل عايزة تقول إن الابتكار مش بس في الهاردوير ولكن تكامل بين الذكاء الاصطناعي والتجربة اليومية من الكاميرا للترجمة للصحة كل حاجة بقت أسكى أنت أقول لي بقى إيه أكتر ميزة عجبتك في إعلانات جوجل الجديدة وهل إنت شايف فعلا إن جوجل حتقدر تنافس عمالقة خصوصا في مجال التقنية الخاصة بالساعات والهواتف زي أبل وزي سامسونج من خلال تكامل تقنيتها بالذكاء الاصطناعي مع منتجتها يريد تقول لي رأيك في التعليقات أشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You وزي ما بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير وكومنت لو كنتم من متابعينا إلى أعزائي ولكنت بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته